بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع الفقهاء ومع اللقاء الرابع والثمانين وهو اللقاء الرابع مع الإمام إبراهيم النخعي ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسان يفقه قولي وأبرع إلى ربي القدير أن يجعل كل كلمة أقولها تستمعون إليها خالصة لوجهه الكريم وثقلا في موازين حسنتنا يوم نلقاه يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولزال الحديث متصلا مع الإمام إبراهيم النخعي ويكفيه فخرا وشرفا أنه علم من أعلام الفقه الإسلامي بامتياز وأنه يمثل منارة عالية في مدرسة الفقه شهد له بها القاصي والداني وكما قال الإمام أبو زرعة الرازي أنه علم من أعلام الإسلام وفقيه من فقهاء الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبالرغم مما حباه الله تعالى به من شدة الحفظ والورع والتقوى إلا أنه كان شديد الفرار من الشهرة ويقول كفى بالمرء إثما أن يشار إليه بالأصابع في دين أو في دنيا ويشير إلى قلبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا ومن فرط توضعه أنه كان لا يجعل نفسه صنوا أو شبيها للعلماء السابقين كابن مسعود كعلقمة كابن عباس كغير هؤلاء من الأعلام الكبار فما كان يجلس على كرسي عند درس وما كان يسند ظهره إلى استوانة ويفر من ذلك فرارا شديدا وحاول تلامزته أصحابه أن يلجئوه إلى استوانة ليجلس بجوارها كعادة العلماء وعادة القراء إلا أنه كان يرفض ذلك رفضا شديدا ويفر من كل ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه الإمام إبراهيم النخعي له جملة من الأقوال أشرنا إلى بعضها في اللقاء الماضي وأيضا من ضمن أقواله التي تدل على حاله من ضمن أقواله أنه كان يقول ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الصبر على الأذى ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الصبر على الأذى وهذا يعني كلام الحكماء وكلام المجربين الخبراء ليس مجرد كلام وكأنه يشير إلى أمر أشار إليه القرآن الكريم وأشار إليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله تعالى ما أوجدنا في هذه الحياة لنتنعم وإنما أوجدنا ليبلونا ليختبرنا وقال ربي ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذن سنبتلى سنبتلى وأننا هنا في دار للاختبار لسنا في دار مقر إنما نحن في دار ممر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة وقال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل ويبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا قويا شديدا اشتد بلاءه إن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة ولولا الصبر الجميل ولولا احتساب الأدري ولولا انتظار ضوء الفجر والفرج من الله تعالى لأصيب الكثير من بحالة من اليأس والقنوط لندبوا حظهم للطموا خدودهم لشقوا ثيابهم لانهارت أعصابهم وأصيبوا بأمراض العصر المستعصية على العلاج يأتي الإيمان ليمثل طوق نجاة من هذه الأمراض حتى ولو كسرت لابتلاءات وكسرت سهام الجرح التي آلمت البدن والنفس فإنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن النصر مع الصبر وفي نفس الوقت المسلم مطالب بأن يبعد ذلك الأزى وأن يعالج ذلك الأزى وفي نفس الوقت لا يلقي المسلم بنفسه إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بل المسلم يأخذ بكل الأسباب التي تحول دون وصول الأزى إليه لكن وصل الأزى مع شدة التحوط ماذا أفعل؟ هنا ألتمس أسباب إبعاد ذلك الأزى ألتمس الأسباب التي تدفع ذلك الأزى طيب فشلت كل تلك الأسباب من حكماء من أطباء من أي وسيلة من وسائل بعدي ذلك الأزى بأي صورة من الصور ما الذي أفعله؟ أسلم الأمر لصاحب الأمر وأضرع إلى الله في السر والعلى حال سجودي في وقت السحر أن ينجيني أن يبعد عني ذلك الأزى والقرآن الكريم ضرب لنا أمثلة يعني رائعة جميلة في قصة زنون لما ذهب مغاضبا وبعدين القرآن الكريم بيصور أنه نادى في الظلمات ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له فالله تعالى نجاه فكان في ظلمة ليل في ظلمة بحر في قاع البحر في ظلمة بطن ذلك الحوت نادى في تلك الظلمات نفدت كل أسباب النجاة لكنه توسل إلى الله جل في علاه أن ينجيه من ذلك الذي ألم به وفي نفس الوقت اصنع لنفسك معروفا قدم لنفسك خيرا كن مطيعا لله تعالى فإن عبادتك طاعتك لله تعالى في وقت الرخاء تمثل لك طوق نجاة سفينة إنقاذ في وقت الشدة كما قال ربي فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنحن ونحن في هذه الحياة لن تخلو حياتنا من بعض المنغصات يقينا كما سئل الإمام أحمد متى يجد المؤمن طعم العافية فقال حينما يضع أول قدم له في الجنة بمجرد أن تطأ أول قدم له في الجنة أسأل ربي أن نكون من أهلها هنا يجد طعم العافية قبل ذلك لا عافية لا عافية بل هي أكدار وأغيار ومنغصات تأتي إليك ربما من أقرب الناس إليك تأتي إليك من حيث لا تحتسب يعني أمور كثيرة تنغص عليك حياتك الأخذ بالأسباب لدفعها الرضا والتسليم لله تعالى عند العجز عن دفعها ونعلم أن الذي أصابنا هو أمر مكتوب يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف فقال ما أوتي العبد بعد الإيمان أفضل من الصبر على الأذى يا بني أقم السلاة وبعدين قال له بعد ذلك لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور في القرآن الكريم الله تعالى أوصى النبي كثيرا أن يصبر أن يصبر لله سبحانه وتعالى أن يصبر لحكم الله تعالى وفي نفس الوقت بشرنا ربنا بأن عاقبة الصبر فرج وفرح وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربيهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أي الموفقون للطريق الأمثل هدوا إلى صراط ربهم هدوا إلى ما يرضي الله تعالى لما صبروا على الأذى ويعقوب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وبعدين الله تعالى قال قال حكاية عن يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أدرى المحسنين لا ننديب حظنا لا نلتم خدودنا لا نردد ما يردده بعض الأحبة يعني لما أنا يا رب هذا سخط والعياذ بالله تعالى ولذلك أشرنا لقول فرقد السبخي في لقاء سابق لما قال من أصبح حزينا على الدنيا أصبح ساقطا على الله تعالى ومن جالس غنيا فتضعضع أي حط من قدر نفسه بين يديه ذهب ثلثا دينه ومن أصابته مصيبة فشكاها للناس فكأنما يشكو الله تعالى ولذلك نضرع إلى ربنا القريب الحبيب المجيب الذي يعلم السر وأخفى أن يبعد عننا كل ضر وكل شر وكل مرض وكل داء وكل وباء وكل بلاء بحقيقة يا رب الأرض والسماء أيضا من أقوال إمامنا الإمام إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه أرضا يقول هلاك الناس في فضول الكلام وفضول المال هلاك الناس في فضول الكلام وفي فضول المال وهذا قول أيضا رائع جميل لهؤلاء الذين يكسرون الكلام بمناسبة وبدون مناسبة ويحاولون السيطرة على المجالس بكلام ربما لا يمت للواقع بصلة ربما مجرد خيالات نسجاها صاحبنا وهو يتكلم ويعني هو سعيد بمصمصة الشفاء وإقبال من أقبل عليه فتمادى في قصصه وفي بطولاته المزيفة الكاذبة ويعني أصبح يعني مسيطرا من وجهة نظره على عقولي وقلوبي المحيطين به ولذلك أشرنا لقول رائع جميل للإمام إبراهيم أيضا لأنه كان طويل الصمت لا يتكلم إلا إذا سئل لما حد بيقول ده أنا جلست من العصر للمغرب فما تكلم بكلمة وبعضين وجد الأعمى شوحماد يقولون سمعنا إبراهيم فعل إبراهيم قال إبراهيم قال إبراهيم من ده أنا ما سمعتوش ولا مرة تكلم من العصر إلى المغرب فقالوا له أنت من تباهتش لأمر مهم جدا هو إيه قالوا لا يتكلم إلا إذا سئل وفي نفس الوقت يتمنى لو أن غيره كفاه الكلام لو وجد مفرا من الكلام ما تكلم فإمامنا الإمام إبراهيم له كلام رائع جدا يعني له قول يقول أدركنا أقواما كانوا يكرهون أن يتكلم الرجل بأحسن ما عنده أو بأحسن الحديث يعني إيه حينما يجلسون لا يدلي كل منهم بأجود ما لديه يعني لا يجمل الكلام لا يحسنه يسكت ويؤثر الصمت على الكلام لما؟ لأنه ربما كلمة كلمة نالت من آخر شانت الآخر ربما كانت لا تمت للحقيقة بصلة ربما كانت كلمة لا قيمة لها فلما أقولها ولذلك المسلم دائما يعني يجعل همه عند خطوه عند فعله عند قوله ويذكر نفسه لما أتكلم وما الكلام الذي أتكلم به الشاعر الحكيم يقول وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق زن الكلام أي أوزن كلامك تفكر في كلامك قبل أن تتكلم به لما؟ لأنك تعرض عقلك على الآخرين من خلال الكلام أستطيعا أحكم على ثقافتك على عقلك وحكمتك على قدرتك على الإدلاء برأيك وفي نفس الوقت يمكن أن يحكم على البعيد بأنه خفيف العقل أنه لا عقل له أنه يتكلم بأي كلام ولذلك نفكر قبل أن نتكلم ولا نهرف بما لا نعرف ونتعلم قبل أن نتكلم فهلاكوا الناس في فضول الكلام الكلام اللي مالوش لازمة يعني أهب مثلا أن جماعة جلسوا في مجلس ما الفائدة التي ستعود على ذلك المجلس إن ظل أحدهم يسرد يعني قصصا لا تعود عليهم بنفع لا في دين ولا في دنيا ما هو الهدف من ذلك الكلام مجرد سيطرة على ذلك المجلس فننتبه لذلك الأمر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم حديث معاز أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال سكلتك أمك يا معاز هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم كلمة طيبة شباهها القرآن بشجرة طيبة أصلها سابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وضرب القرآن الكريم مثلا لكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ملهش أصول سابتة ليس لها قرار فالكلمة الطيبة كالشجرة التي تسمر في كل وقت تنتج وتزهر وتظلل وتنفع في كل وقت تنفعك في دنيا وفي أخرى فضول المال أي المال الذي يكون في يدي سفيه لا يحسن تدبيره إنما يقوم بتبذيره ده فضل المال والمال سنسأل عنه من أين وإلى أين ذلك المال فلا أشتري ما لا يلزم ولا أنفقه في أمور لا تعود علي بخير ولا بنفع لا أبدده في منكرات في مسكرات في حفلات في بزخ وصرف فلربما أصبت ببلية جعلتك تندب حظك وتلوم نفسك أنك لم تحاسب يعني نفسك قبل الإنفاق ببزخ وصرف ولم تعد لمثل ذلك اليوم عدته لم تحتط لنفسك فهلاك الناس حقيقة في فضول الكلام ربما كلمة كلمة درت على صاحبها وبالا ودمارا ربما كانت سببا في قتله وموته كلمة ربما كلمة كانت سببا في تلويس أعراض في تشويه سمع كلمة كانت سببا في إلحاق الشيء والعيب بالآخرين كلمة ليس لها قيمة ولذا نتكلم بالكلمة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فخيرها يستمر إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها وده نفس الأمر لا يتبين أي لا يتدبر الأخطار والأضرار التي تترتب عليها يهوي بها في النار والعياذ بالله تعالى الردل الأول يتكلم بالكلمة الطيبة الصالحة يحصل أجرا مستمرا دائما فده كلام العقلاء الفقهاء الحكماء كلام المجربين وده سر من أسرار طول صمت الإمام إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هلاك الناس في فضول الكلام وفضول المال وحديث النبي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه طيب العناية أي الاهتمام يوجه لما لكل ما يعود علي بالخير والنفع قال لتلميزه عبد الله بن عون إياك والاعتزار فإن الاعتزار يخالطه الكذب يا سلام وهذا كلام دقيق يمس الواقع الذي نعيشه إياك والاعتزار فإن الاعتزار يخالطه الكذب لما لم تعد فلانا المريض وبعدين شف يا صاحبنا والتقى بك تقول سمحني كان عندي ظروف أنت ما عندتش شيء ده أنا كنت مريض وأنت لم تكن مريضا كنت مسافرا وأنت كنت مقيما أنا لم أعلم وأنت تعلم أنه دخل المستشفى من اليوم الأول يخالطه الكذب لما لم تعز فلانا وربما يقسم البعيد بأغلظ الأيمان كذبا أنه ما علم أو أنه كان مسافرا أو مهاجرا وللأسف الشديد هذا القسم هو كاذب فيه الكلام الذي يقول تلك الأعزار لا علاقة لها بالواقع الواقع يغير ما تكلم به ولذلك إذا علمت يعني مرض مريض اذهب وعوده لله تعال بميت مات اذهب لأهله فعزهم يعني ما دامت هناك صلة بينك وبينهم أيا كانت تلك الصلة وفي نفس الوقت يعني نفترض أنك علمت متأخرا اتصل اذهب إليهم وبادر بالاعتزار أخطأت في حق أحد ما المانع أن تعتزر إن أخطأت في حق أحد ما المانع أن تعتزر وبادر بالاعتزار قبل فوات الأوال أنا ليه مقولة إنه الاعتزار بالضبط يعني في وقته كالدواء الذي يؤخذ في مدة الصلاحية إن انتهت مدة الصلاحية تحول ذلك الدواء إلى سم عكس ما كنا نرجو ونتمنى منه وبالضبط الاعتزار له وقته ربما تعتزر في وقت لا يدي فيه الاعتزار من القصص العالمي وهي قصة يعني ربما كانت حقيقية وهي قصة يعني واقعية تحدث يعني في كثير من البيوت أنا رجلا زوجا كان شديد الإيزاء لزوجته وكانت رائعة الصبر على إيزائه وكانت شديدة التحمل لكنها كانت تحترق من داخلها وتظهر تجلدا زائفا ولم تعد تقوى على الاحتمال مرت سنوات طوال انهارت قواها أصيبت بعلل وأمراض فسقطت حملها إلى الطبيب فلما فحصها الطبيب فهمس في أذن الزوج أن تلك الزوجة تحملت الكثير وهي مصابة بأسقام وأمراض ربما لا تجد الأدوية نفعا في شفائها لأنها تحملت ما لا يحتمله إنسان عادي هي تمثل جبلا من الصبر وقوة الاحتمال فأسخط في يد الزوج وحملها وأركبها في عربة يجرها حصان أكرمكم الله ونزل ليأتي بالدواء وهو بينه وبين نفسه نادم على ما فعله من تقصير وإيزاء لتلك الزوجة وعزم بينه وبين نفسه أن يتدارك ما فات وأن يحسن إليها بدل أن كان يسيو إليها فلما عاد مسرعا إليها بالدواء فوجدها قد أمالت رأسها فحاول إيقاظها لكن للأسف وجدها قد فارقت الحياة فهذا اعتذار جاء متأخرا لم يأتي في وقته كان بإمكانه أن يعتذر الاعتذار لله قبل الغرغرة قبل الإقبال على الآخرة بيدك أن تتوب الآن ما هي التوب اعتذار لاستغفار طلب المغفرة اعتذار للواحد القهار وديننا يعودنا على ذلك ولذلك إن أخطأنا في حق الآخرين اعتذرنا اعتذرنا والطرف الثاني يقبل لكن ينبغي أن نعتذر اعتذارا صريحا وليس اعتذارا ملتويا وليس اعتذارا أحمل الطرف الآخر يعني سبب الجرم أو التقصير أو الخطأ الذي وقعت فيه يعني أقول لولا أنك لو لم تكن لو لم تقل وكأنني أحمل الطرف الآخر الذي أسأت إليه تبعات ذلك الخطأ الذي وقعت أنا فيه ولذلك ينبغي أن يكون صريحا إخوة يوسف قالوا قالوا يا آبانا استغشر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين خلص إنا كنا خاطئين قال سوف أستغشر لكم ربي فاعتذروا اعتذارا صريحا امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه إيه ده سيدة من سيدات المجتمع المخملي وتقول ذلك في وسط الرجال الآن حصحص الحق ظهر الحق ووضح أنا تنسب المراودة لنفسها المحاولة لنفسها وأنه من الصادقين وأنه استعصم من الوقوع في ذلك الخلل ذلك الزل ولذلك ينبغي أن يكون الاعتذار في وقته وليس قبل فوات الوقت ثانيا أن يكون اعتذارا صريحا لا التواء فيه ولا تحميل الآخر لمسؤولية الخطأ الذي وقعت فيه هذا هو الأمر ولذلك عمنا الإمام إبراهيم النخعي يقول لتلميزه عبد الله بن عون وهكذا كان العلماء المعلمون يصدون نصائح غالية وهذا درس لكل المعلمين وسأبين بعد قليل منهج الإمام في التعليم كيف كان يربي تلامزته وكيف كان يجلس في وسطهم كأنه أب قمر تحيط بهم النجوم كمدرسة عبد الله بن مسعود كمدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه سأبين ولذلك هذه دروس لأحبتنا المدرسين والمدرسات أن يكونوا مع أولادنا مع أولادهم مع بناتنا وبناتهم كالأبي وكالأم والأم تماما وأن يكونوا في شدة الحرص على مصلحتهم وأن يصدوا إليهم بين الفينة والأخرى بعض النصائح الهادفة والغالية التي تنفع هؤلاء الصغار والتي تمثل يعني شيئا من الخبرات الحياتية والتجارب النافعة من قبل هؤلاء المعلمين أيضا من أقوال عمنا الإمام إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول إياك ومما يعتذر منه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يقول ذلك وكان يقول الكذب يفطر الصائم ربما أشرنا لهذا القول من قبل ويعني ودى تأكيد لنفس الذي قاله إمامنا العالم الجليل يعني إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عن الجميع أنتقل للمحور الآخر الذي أشرت إليه وهو الإمام إبراهيم النخعي معلما ومهمة التعليم من أشق وأصعب المهمات على الإطلاق وأخطر مهنة هي مهنة المعلم أخطر مهنة على الإطلاق وتلك المهنة من وجهة نظري هي مهنة تحتاج إلى متناقضات تحتاج إلى هدوء وتحتاج أيضا إلى شدة تحتاج إلى لين وإلى شدة تحتاج إلى كلام وإلى صمت تحتاج إلى فهلوة إلى حرفية تحتاج إلى مناورة من أجل ماذا؟ من أجل محاربة الجاهل الذي يعشش في أزان الطلاب ونحتال كده من أجل إيصال المعلومة من أجل السيطرة على الطلاب الذين يجلسون أمامي من أجل استمالة المشاغبين استمالة المشاغبين ودي مسألة في غاية المهمة في غاية الأهمية كيف أستميل الطلاب الذين يكسرون من الحركة الذين يشوشرون على المعلم عند إلقاء الدرس المسألة تحتاج كما قلت إلى حرفية إلى خبرة تعليم ليس طريقا واحدا بل يحتاج إلى ألف طريق من أجل الوصول لعقل وفاهم ذلك الطفل من أجل انتشال طفل بليد ليكون نابغة في وسط تلابزته يعني من القصص الرائع الجميل قصة يعني أختم بها هذا اللقاء لنواصل في اللقاءات القادمة إن شاء الله وتعالى أن معلمة دخلت على الصف سلمت وبعدين وجهت سؤالا لأحد الطلبة لأحد التلاميذ فضحك كل التلاميذ ضحكوا جميعا وظل صاحبنا المسؤول صامتا ساكتا خجلا الشيط في ذلك لما ضحك التلاميذ فاستطاعت أن تعلم أنه تلميذ يوصف من قبل تلاميذته بالغبي البليد هو والطاولة سواء لا ينطق لا يفهم من وجهة نظر التلاميذ فالمعلمة محترفة وعاقلة وفاهمة صاحبة رسالة ليست صاحبة حرفة ومهنة صاحبة رسالة لديها لون من أنوان التفنن في الاستمال في التفهيم فلما انصرف التلاميذ من الحصة فطلبت ذلك التلميذ وقالت له يا بني هذا بيت من الشعر احفظه وتأتي في الحصة القادمة في الغد وأنت حافظ لذلك البيت من الشعر بالفعل في صباح اليوم التالي دخلت السلام عليكم وعليكم السلام أتعرفون قصيدة الشاعر الفلاني فيها بيت أوله كذا من يعرفه فسكت الجميع صمت الجميع وإذا بذلك التلميذ يرفع يده فقال أنا يا معلمتي فقام وقاله وهو متلعسم لم يستطع إكماله فأكملته ثم طلبت من الطلبة جميعا أن يصفيقوا له هنا ارتفعت الروح المعنوية لذلك التلميذ أنه الوحيد الذي استطاع أن يكمل بيتا من الشعر وهو بالأمس كان يتهم بأنه غبي أو بليد ثم في كل يوم كانت تعطيه سؤالا ليأتي بالجواب مجابا عليه ويجيب وإذا بالطالب أصبح نابغا دخل الامتحان وتفوق ثم انتقل للمرحلة السنوية متفوقا ثم حصل على الماجستير والدكتوراه بسبب معلمة ربما على الجانب الآخر معلمة أو معلم يكون سببا في تحتيم كل بادرة لدى التلميذ للنهوض والانطلاق وربما تعرفون قصة المخترع أديسون لما أرسلت المعلمة لأمه رسالة أن ابنك غبي لا فائدة من تعليمه حمل رسالة إلى أمه فلما قرأتها أمه سألها عن فحو الرسالة قالت أبدا المعلمة تقول مستوى أديسون يفوق مستوى التلاميذ جميعا ويحتاج إلى مدرسة خاصة تتفق مع عقله النابغ الزكي ودرسته أمه فأصبح مخترعا وأصبح عالما فاستطاعت أمه أن تقوم بمسألة التعليم خير قيام بعد أن كانت معلمة فاشلة ستتسبب في تحتيم كل بادرة لنهوض ذلك العالم نواصل المسيرة في اللقاء القادم القريب لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي إجيت معكم أستودعكم الله السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته